سيد محمد ما شاء الله يعني أنت في الأصل تخصص إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية مظبوط ثم رجل صناعة ورجل تجارة ورجل تنمية زراعية وتنمية غزائية صناعة مين لي طبعا الوالد بدأ الشركة من 30 سنة وانا بقد دخلت معاه من 2005 طيب قبل الفصل كنت بتقول لي كل ده كوم والنادي الأهلي الوحده كوم النادي الأهلي هو المتعة الوحيدة بتاعت الوحده النادي الأهلي هو الحجر الوحيدة المصدر السعادة الوحيد للبني آدم عايزة أقول لحضراتكم أنتوا مع مشجع أهلاوي بدرجة ما تتصورهاش أتمنى أنه في أي كاميرا في مدشات مهمة للنادي الأهلي تتخصص من أستاذ محمد الضواطع عشان تشوفه أنا بيه بأحمل هم الموضوع ده ستبقى مشاعر عضو مجلس الإدارة وهو بيتفرج عاملة زي حاجة سلبية في موضوع مجلس الإدارة ده موضوع الكاميرات والمقصورة اللي عبي بقاعد فبتمسك نفسك بالعافية نه طبع قول لي علاقتك بالنادي الأهلي بدأت زي علاقتي بالنادي الأهلي مشجع بدأت مشجع ما كنتش عضو ما تولدتش عضو يعني كان نفسي من وانا يمكن 16-17 سنة إن أنا بقعده مجلس إدارة إيه ده فكرت بدري أول بدري كنت بحب كابتن صالح يعني كان من الاسبال كابتن صالح حاجة كبيرة جدا فحبيت الفكرة يعني وبس كسبتها كده ما فكرتش في خطوات لحد ما في 2009 تعرفت على كابتن خطيب بالصدفة فين بقا؟ كابتن خطيب ساكن كان ساكن في العمارة اللي جنبي في الجيزة في الجيزة عزلنا احنا الاثنين للأكتوربرا فكان بيصلي في نفس الجامعة معايا ده مدريت الأمن اللي حدي بالزبط كده كان بيصلي في نفس الجامعة معايا وما كنتش عارفه ما بسلمش عليها عشان ما دايقوش يعني فكان في 2009 وانا والجوزيه ماشي لو تفتكر رايحة جولة فكان في اسم مدرب في دماجي نفسي أقوله للكابتن فاستنيده بعد ما خلص صلاح وهو طالما قلت له انا مين ولا اي حاجة وهو بيعدي شرعة مشيت معايا كده قلت له تارف كابتن زوء ما بيحبش اكسف حد يعني قلت له أنا في اسم مدرب عجبني وعايز أقوله لحضرتك فأخدني على الدعاقلي كده ومشي معايا قلت له المدرب كان إيريك جيرتس اللي هو كان مدرب بلجيكي فعجبه الاسم وقف فحس أن أنا يعني بقى فهم بيان فقال لي هذا مدرب ممتاز بس أعتقد ده مضى في الهلال السعودي طيب في اسماء يا كابتن متاحة لو تحب يعني اقول له حضرتك قال لي ما فيش مشكلة تاني يوم رحت المكتب حطيت سفيهات لناس يعني مدربين أنا شايفهم كويسين وقتها وحطيت الكارت بتاعي وصبته للأمن مع في العمرة بتاعت الكابتن عدى لحد الاثنين التلاتة ليت اثنين من غريبة مكلماني قال له أنا محمود الخطير بتاعت في اجتماع حتى قمت يعني سبت الاجتماع وقمت بسطت جدا بقى ومن هنا بدأت العلاقة وبعدها باسبوع اتعرفت على خالد مرتاجي برضو بالصدفة الاسبوع اللي بعد عملت الرضوية اللي بعده اه على طول 2009 2009 اه لاحصت ان انت في 2010 كابتن حسن اخترك للاجنة تنمية الموارد اللي حصل بقى احكيلك دي قصة يعني خالد مرتاجي بقى كان ليه فضل علي في الحتة دي بعد ربنا طبعا ان انا خالد لما تعرفت عليه طبعا تعرف خالد حبوب وبيحب يسمع افكار جديدة وكده فبعد شهرين ثلاثة وطولة عندي شوية افكار لتنمية الموارد حابب اعرضها عليك روح طوله في مكتبه في المهندسين مكلمت معاه وانا فوص البرزنتيشن راح مكلم من كابتن الخطيف في التليفون قال له انا عندي شاب بهايل عايزك تشوفه انت تعرفه بس عايزك تشوفه فعلا ما دي بمين روحنا للكابتن للكابتن في المكتب التنفيذي وعرضت عليه البرزنتيشن وبعدها بيمكن ترى تاربعة تشهر بقى اختاروني في لجنة التنمية الموارد حابب اعلى 2010 دي كانت اول خطوة بقى لي في الكارير الاداري عملت العضوية ومشيت في عملت العضوية 2009 وبيت 2010 ودي حاجة على فكرة انا بفخر بيها يعني في يعني انا بحب ان انا فكرة ان انا شاق الطريق في الحتة دي الواحدة يعني بدون اي علاقات ولا اي حاجة انا كنت بديها من الصفر تماما كمشجع ما كنتش عضو عملت العضوية طبعا